بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه مرحبا بكم في قناتكم ريجيم بدون تكاليف مع مريوما اليوم راح نهضروا على الغطلة كيفاش نديرو في الغطلة لما نكونوا ديجا نديرين ريجيم سهلة بالبزاف نعطيكم فكرة طبقوها وروحوا مهنيين العطلة تتاعكم الجوز هايلة قادرين حتى تنقصوا وزن في الغطلة واذا ما نقصتوش ما راحش تزيدوا اكيد لو كانوا تطبقوا هاد الفكرة الصغيرة بالبزاف قبل ما نعطيكم الفكرة نتمنى اذا كان اول مرة تشتركوا في القناة عفوا اول مرة تشوفوا القناة تزيدوا تشوفوا فيديوهات اخرى باش تزيدوا تاخذوا افكار اكثر واكثر على ريجيم تاع مريوما اذا عجبتكم القناة بيسر تشتركوا فيها تفعلوا الجرس باش يزيدوا يوصلكم الفيديوهات كي جديدة كي القديمة واذا كنتم مشتركين في القناة ديجا ما تبخلوش علينا باللايك اللي اطلعنا بلكم مش تديروا اخواتي ساهل ماهن خاصة الاخوات اللي راهم ديجا في الرجيم لي اصلا مازال ما بدأوش ريجيم نا انتمنى انكم تروحوا تشوفوا هاديك البلاي ستيشن بلاي ستيشن بلاي ستيشن هاي لا تروحوا يشوفوا البلاي ستيشن يعني قائمة التشغيل في القناة اللي مكتوب فيها التحديات الجديدة ابدوا ديرفتموا بالتحدي الأول والثاني وتلقاوا رحكم في المع معا تعرجوا وتلقاوا الوزن بتاعكم يهبط بلا ما تفاقوا هنا الفيديو تعلقوا اليوم راني نهدر معه اللي خلاص راهم طبقين تحديات وكي تلحق العطلة تقولك انا نخرج بزاف با استناي قبل اذا كنت تخرجي بزاف لصح الفيديو هذا يعنيك اذا كان عطلة 15 يوم ياربيت صح لك خرجة نهار واحد وش نقولك هذاك النهار انسى يمري يومه انسى يريجيم انسى يبيدون تكاليف انسى يبيدون حرمان انسى يكلش في هذاك النهار على خطر النهار ما يخسر لكش الريجيم ديالك وما يخسر لكش الوزن ديالك مستحيل بالصح كان اخوات اللي العطلة اما ما تجوزهاش كامل في الدار ولا تخرج بزاف يعني تقريبا كل يومين ثلاثة راهم برارة راهم يحوسوا بالصحة والهنا عليهم انتوما واش تديروا هاد الفكرة السهلة يا تتعشاي يا تتغداي قليل وين نخرج ونحوسوا ونتغدوا بره ونتعشوا بره في نفس الوقت هنا ثانيك راني كيما انتوما ونخرج ونحوس والحمد لله بالصح سواء تعشيوا بره سواء تغدوا بره اما لانتيا قبل ما تروحي ميزي على بالك باللي راكو خارجين بعد الظهر يعني راح بالك تاكلي حاجة عشية بره كلمجة وبعد تزيدوا تتعشيوا بره وباش تتدخلوا اما لكي تنوضي الصباح ديري رحو تشغول صايمة الشربي غير هذيك هذيك القهيوة اللي تقع بها راسك باش ما يوجعك شراسك زعمقه وحلي بولا قهوة وحدها وحدها بيتكلي والو معاها ومبعد الشربي غير الماء شوية شوية ما متكثريش الماركي خارجين بعد تباصيهم كيل حق الغداء ثانيك انساي ما تتغدايش شفتي روحك فريمون فريمون جي عنا كوليك شسلاطة هكا وحدها خضرة نية وحدها قطعي شوية طماطي شوية خيار وكلهم هكذا وحدهم نيين يعني الجسم بتاعك ما زال ما تتيلوشكا من سعرات حرارية لما تخرجي وتاكلي برا بانسر احنا كنقول وتاكلي برا مع انت تاكلي الحاجة اللازمة تحاولي قدر الامكان انك تبع ديع للكماليات مثلا دخلتو شربتو آتاي تقدري لآتاي التاعك تديه بلا سكر باش حتى وكلتي معاه زعم ما نقول نصح باقل باللوز ولا حبي باقاطو شهاتك تبقى في الاعتدال من بعد سيديت عشيتو برا تقدري لكم منديما شاوي حوت جاج سكالوب كل واحدة على حسب القدرات تاعو بيانسير مين حاجة اللي تكون شوية مع صلاطات مختلفة وتاخذي مثلا شوية بطاطا ولا شوية روز وانت فريتيها نهار تاعكي جوز هايل ما يخسرش الرجيم ديالك ما شي معنتها تروحي مع العشية تضربي القلب اللوز بلاتين سكر وبعدها في الليل تزيدي تاكلي الهومبورجر والبيتزا وما شابها وتزيدي هادو كامل انواع تعليصص من بعد تقولي قالت مريوما معليش نو راني نقولك معليش تاكلي برا الرجيم بتاعك ما يخسرش تاكلي برا بالصح عارفي تختاري واشتاكلي برا واذا كان العكس على بالك باللي ركو خارجين مع صبح جوزه كاملة جوغني في برا بما فيها لغدا تتغدى وبر وتدخلوا لعشية تتعشي في دارك في هذه الحالة كيف كيف عندك صبح اشرب بغير هذه القهيوة تاعك برك سيبو وحدها وانطالقي في الاغدا تغدى في الاغدا عندك الحرية اكثر من العشة اذا كان عندك يعني الاختيار في هل تخرجوا في النهار تتغدى وبر ولا تتعشوا ببر ديما روحي للاختيار الاول انكم تتغدى وبر على خطر الاغدا ما زال نهار طويل ما زال تزيدي تمشي معاك سبتوا اذا مثلا روحتوا لبارك اكبرك تضربي ثلاث سوية اربع سوية وانتي تمشي هذا النهار روحي تحرقي هذا النهار لا تخافيش منه صفي في الاغدا عندك الحق ماشي كما قلت لك مقبيلات فلع شاغير ما شاوي وصلاطات نو اذا تغديته برات قدريتك بيزا تقدريتك لهمبورغر مي نقصي شوية من الصلصات يعني المايوناز والكاتشاب هادو تقدري وحاولي انو ما تشربيش المشروبات الغازية يعني حتا وطلبتي عاصر اذا كايم وقدرتي تطلبي عاصر طبيعي ولا اشرب الماء وقولي الحمدلله مع العشية كش ما كلتو الشيبس ولا ما تكثريش وكيت الدخلي للدار سيبو وقولي الحمدلله وما تزيد يتاكل يوالو شفتي روح تبلي بزاف جرتي في الليل اشربتي زانا تلخي روح بياور طبيعي والليل فات لو كان طلعي الحساب انتاع واش كليتي في الخرجة معا واش مشيتي في الخرجة تلقاي روحك في اللخر ما كاش فضلة تع سعرات حرارية وتلقاي روحك تماما كما كي كنتي في الدار يعني مثلا برا كليت بيتزا ومشيت ربع سوايا وكيدخلت للدار ما تعشيتش راهي تخرج لي كيمة كي نظل في الدار ونتغدى صحن مع العائلة ونتعشها صحن مع العائلة وما نديرش سبور في الاخير نلقى بالك هذيك الخرجة اللي خير الشي اللي حبيت نوصله لكم في الفيديو هذا ما تحرموش العائلة من الخرجة بتاعكم على بالي بني كين اخوات تلموا يخافوا الماكلة تعبر راجلها يقول لها نخرج تقول لهم روحوا وحدكم باش تضعوا دهية في الدار تأكل الحارقة ايه بانانا الريجيم لا يقتصر على شرب حارقة ولا يقتصر على أكل معين نزيدوا نعودوها نوعية الأكل تتحكم في الصحة كمية الأكل تتحكم في الوزن يعني إذا كان حبيت يتفقدي وزنه ركز يقبل على كمية الأكل هي اللي لازم تنقص من بعد لما توالفي والجسم المائدة تصغار وتوالف إنها ما تطلبش ماكلة في أي وقت يعني تولي تاكل بنتي ضامن هادك الساعة اللي تولي تبدلي في النوعية حسب القدرة ديالك واش قدرتي بدلتي نوعية تاكل لأكل صحي راح في الفيدة انتعك ماقدرتيش خلاص 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 راح تنقصي وزن حتى وانتي تاكل في الماكلة العادية وهاد الشي كيفاش تنقصي وزن وانتي تاكل في الماكلة العادية ما نقدرش نعاود وذركة على خاطر أنا الحقنا ثم دقايق تاع الفيديو بالصح نخلي لك في صندوق الوصفة روابط اللي تحتاجيهم باش تفهمي كيفاش ينقص الوزن تاعي وانا ناكل في الماكلة العادية ان شاء الله هالفكرة وصلتكم خرجتي الخرجي بالصح حول هنا تغديتي ما تتعشايش تعشيتي ما تتغديش هادي هي الفكرة وجبة وحدة في النهار راح تكفيك مع الجهد اللي راح تخديريه وراح تبذليه في هاديك الخرجة راح لنهار تاعك يفوت متوازن كينا حاجة وحدة وخرتانيك بروفيتي ليامات اللي ما تخرجيش فيهم انك تعملي رياضة في الدار على الاقل اذا كاش ما كانت عندك زيادة في هادوك ليامات اللي خرجتي راح تخل فيهم وتنحيهم بهذيك الرياضة نخليكم في امان الله وحفظه بتوفيق للجميع وغدا يوم افضل ان شاء الله